السلام عليكم جميعا شكرا جميعا المشاركين المتتبعين معي في القناة والأول مرة تشاهدوا قناتي لا تنسوا الاشتراك والضغط على زل الجرس والدعموني بلايك فضلا وليس امرا مرحبا بكم في قناة طبخ مريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم جميعا شكرا جميعا المشاركين المتتبعين معي في القناة نشكركم كاملين الوصفة لدينا اليوم اللي هي بغيت نقدم معكم واحد العصير اللي هو تيجي وافير وتيجي كميته كثيرة اللي هو جوج برتقالات وحمدة واحدة اللي كانوف الفريغو مجمدين تنقطعوهم على هاتشكل هادا تنخط الحمدة تنقطعوها تشكركم كاملين شكرا جميعا مشاهيكم متتبعين معي في القناة ولي اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوا تدعموني بلايك اشتراك والضغط على الجرس فضلا وليس امرا بش وصلوا بجديد وصفاتي ليجد سهلة وبسيقة وفي المتناول العصر دينا دي اليوم اللي هو تيجي بكمية وافيرة واقتصادي بزاف يتشرب في رمضان في الفطور في يعني في الصيف العصر دي ما تيتشرب وفي الشيء يكون توقيت البرتغال بحيال بحنا يحنا يوم نجينا فوق البرتغال في هذا البرد يتشرب العصر لانه في فيتامين سي وتلحم كدلك مزيان كلهم فيتامينات تنقطعوهم بالقشور ديالهم على هاتشكل هادا وتنكونوا حقين الجوج يكترون ومص ديال الماء في الثلاجة باردين لا تنجي باش المرحلة باش نطحنوهم تنحاولو نديرو نص الكمية ديال الحامض والبرتغال وكادلك نفس التاني عندما نديرو يكترون ديال الماء باش نطحنو الكيمية اللولى بعد ما طحننا اللول ما وضعناش فيه الليتر كامل ونضع نغير هاد شي تنضعو الكيمية التانية من بعد ما طحنناها نزلنا وضعنا عليها الماء بارد الماء في المجمع يكون جوج يكترون ونص ديال الماء تنكملو تنضيفو الماء اللي كرخص نزيلو هنا يعدنا واحد تفاحة واحدة ديال الشهدية باش يعدوهم تيجي مدق زوين فيه غادي نضيفوهم عندنا هنا كاس ديال السكر سانيدة ديال العنبة تنضعو كيمية ديال العاصير في الخلط الكهربائي باش نطحنو ديك تفاحة اللي درنا تيعطوهم منك هزوينا تنضعو شوية سيندة ماء وتنضعو في الخلط سوف يتنطحنوها تنضيعو معاهم واحد شهد يال فاني وش يعدين كهازوينا غادي نتحنو غرف هيداك وغادي نخلطوه مع بعض سوف يغادي نحركو باش يدخل العناصر كلها مع بعض. نجيب واحد المصفاية و باش غدين صفاوه. باش ننصي نحيد ديك ديك اللي جي بقى ديك التفل ديك للقشور. اللي بغي يستغل لهم كذلك و ما بغيش يرميهم يحتفظ بهم و يدير معهم شي فاكيها أخرى نقوم بتطحنهم معا باش يتعطيهن لك هذه الحمد و الليمون في العاصر. سوف في بعد ما صفينا. قد نجيبو نضيفو الكمالة ديك اللي ماء. كي دكرت لكم في اللول هاد العاصر يخصو جوجوجو ترون نص ديال الماء. غدي نضيفو عليه حق ديال دانون كاس ديال دانون كبير. كل واحدة اللي حسب نكالبها باش يديره. نحن نخصر منا هادا. تيجي عاصر رائع في الماداق واقتصادي اللي عنده الوليدات اللي. ولكن تقصر كبيرة تينفع لف مائدة لايفكا في رمضان ولف الصيف يعني ولف اي وقت العاصر ما عندهش وقت محدد. بتحضر مائدة. قم يحينت في علاج كل هذا. وتنجيبو. في منتن فرغو. وضعتنا أربعة ليتر ديال العاصر. كمية وضعتنا أربعة لتلر. هذا هو كالاقتراح دي اليوم. لكن هو عبارة عن عصير جوج برتقالات وحمضة. من هذا الفيديو كنت لإعجابكم. شكرا لكم. شكرا للمتابعة. تشكر جميل المتتبعين اللي معي في القناة. اه تنشكركم بزاف. شكرا لكم. شكرا على التعليق اللي تتركوا لي. تنشكركم عليها كاملين. شكرا لكل من تتي دعمني وتتابعني. وشكرا لكل من قمعيات الاخر المقطع. شكرا لكم اخوتي. اه تنشكركم اه على حسن المتابعة. ما تنسوا تعموني باللايك واشتراك وتضغط على زر الجرس فضلا وليس امرك. دمتم في رعية الله وحفظه. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم سالمين.